السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ثلاثيات ثلاثية النهاردة بعنوان ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وثلاثة لا يدخلون الجنة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم التلاثة دول العياذ بالله عز وجل العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة فأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم العاق لوالديه فقال العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى يبقى عندنا خمس أصناف من الناس والعياذ بالله عز وجل في ثلاثة لا ينظر الله إليهم وفي ثلاثة لا يدخلون الجنة وفي رواة أحمد العكس هؤلاء الثلاثة أتوا في لا ينظر الله إليهم وهؤلاء الثلاثة مكانهم فيه ثلاثة لا يدخلون الجنة أول هؤلاء الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة والعياذ بالله العاق لوالديه والأول أبل من أقول العاق لوالديه يعني إيه لا ينظر الله إليه لا ينظر الله إليه أي لا ينظر إليه نظرة رحمة استخفافا بهم واستحقارا لشأنهم لأنهم فعلوا أفعالا عظيمة فالله عز وجل لا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم نظرة رحمة وفي الحديث إثبات صفة البصر لله عز وجل أنه إذا كان لا ينظر إليهم تبارك وتعالى فإنه ينظر إلى غيرهم جل وعز ولكن صفات الله عز وجل يعني صفات تليق بكماله وجلاله من غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكيف أول واحد العاق لوالديه الذي يعق والديه ولا يبرهما ولا يقوم بحقهما إما بأنه يشتمهم أو يضربهم أو يكون سبب في جلب السب واللعنات إليهم لا يخفض لهم جناح الذل من الرحمة لا يقوم بطاعتهم لا يقوم بالإنفاق عليهم لا يقوم بخدمتهم لا يقوم بحاجتهم التي يحتاجونها إلى غير ذلك من صور العقوق عفان الله وإياكم الصنف الثاني المرأة المترجلة وهي المرأة التي تتشبه بالرجال وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تتشبه بالرجال في زيها في لبسها في حركتها في طريق تكلمها تتكلم كأنها زي الرجال بالضبط لأنها امرأة مترجلة ولكن يعني الذي اتفق عليه أهل العلم أنها تتشبه بالرجال في لباسها وفي زيها الصنف الثالث والعياذ بالله عز وجل وهو الديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله الذي يقر الفاحشة في أهله والذي لا يغار على أهله فهذا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيام والثلاثة الذين لا يدخلون الجنة العاق لوالديه كذلك والمدمن على الخمر لأنه يفعل كبيرة من الكبائر يعني أصطى مجرد شرب الخمر كبيرة فما بالك إذا كان مدمنا عليها والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلى آخر ذلك من عشرة أصناف من الناس الصنف الثالث بقى كمان من الذين لا يدخلون الجنة والمنان بما أعطى أي الذي يمن بعدما أعطى يعني يدي واحد فقير عطاء ثم إذا هو يمن عليه والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهؤلاء خمسة أصناف من الناس لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يدخلون الجنة عافانا الله وإياكم منهم بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة